الفتة الغزاوية بصوا هنحطها هحط جزء منها عشان انا نسيت احط الدقة بصوا هنعمل ايه هسيب دا يتشرب مع العيش كده مع الخبز ان الخبز طاري حتشرب بسرعة هحط على التوم عين الجراد اللي هي بذور الشبت واحط عليها شوية فلفل مجفف واهرسهم كده مع بعض قلنا دا من النكهات عين الجراد الشهير بها اهل غزة والمطبخ الغزاوي اللي لو هم دلوقتي مش قادرين يعني برغم على فكرة الحصار وبرغم العذاب وبرغم القصف هم بحاولوا يمرسوا كل يعني ما يستطيعوا اليه سبيلة من الحياة احنا حننشر عنهم حاجات كتير واحنا ثقافتهم واكلهم وصمودهم وكل ما يخص غزة هو مسئوليتنا جميعا هنا هرجع اكمل ونحط العدس اللي مفروض قطي لكم بالسل فوق العيش وحنديله تقليبة علشان يفتة عايزين العيش يختلط بيها عملنا قبل كده عالطريقة المصرية فتت عدس حطينا عليها بصل مخلل اكلتنا شبيهة ببعض كلها مع اختلاف النكهات البسيطة زي هنا عين الجرادة ومعانا السلق مفروض يكون هنضف الطبق ونحط له رشة زيت زتون هنضفه كده ودي بتتاكل سخنة على طول لانه العيش برضه هو طري فهيتشرب بسرعة ناخد زيت الزتون ونتديله شوية كده على الوش مش هنزوقها باي حاجة هي اكلة بسيطة تقليدية هنحطها هنا على التطريز الفلسطيني الرمز المرأة الفلسطينية حول العالم اللي برضه حوله اللي هم يسرقوا فممكن نحط على وشها لو حبين لانه فيه ناس بتحب العدس نحط قطعة كده لمون وبس من القاهرة والناس ومن ميزشو ومن مصر هنا فلسطين سنقاوم سنناضل سننشر ثقافتنا سنتمسك في ثقافتنا وسنمت جذرنا اكتر واكتر ولن نصمت ولن نعتدى المشهد ولازم يكون نفسنا طويل